باتت العديد من الدول ومجموعات اقتصادية دولية تسعى بشكل متزايد إلى تقليل من اعتمادها على الدولار الأمريكي في التعاملاتها التجارية واللجوء لعملات بديلة فهل تنجح هذه المحاولات في الحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية وما هو مستقبل العملة الأمريكية؟ دعونا نتابع المزيد من تفاصيل في هذا العرض مع الزميلة نالس هل سائم العالم هيمنة الدولار الأمريكي؟ وهل بدأت رحلة نزول الدولار عن عرش السيطرة على الاقتصاد العالمي؟ حتى الساعة لا يزال الدولار يتصدر العمولات الرئيسية في الاحتياطي الأجنبي في العالم بأكثر من 58% ولا يزال حتى الآن 70% من سكان العالم يستخدمون الدولار في معاملاتهم اليومية ولكن تكتلات جيو سياسية وجيو اقتصادية وجيو استراتيجية أطلقت موجة من عمليات إزالة الدولار العالمية أبرزها هنا مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى البرازيل وتمثل هذه الدول مجتمعة نسبة 42% من مساحة العالم وسكانه وتستحوذ أيضا على 23% من اقتصاد العالم هذا الأرقام هنا قابلة للزيادة بطبيعة الحال بظل تقدم العديد من الدول بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس هدف بريكس بطريقة غير مباشرة منافسة مجموعة السبع التي تضم اليابان بالإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وتمثل مجموعة السبع 60% من الثروة العالمية ويعيش فيها أكثر من 800 مليون شخص لكن الأرقام الأخيرة كشفت تفوق بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع مع وصول حصتها من الناتج المحلي العالمي إلى 31.5 مقابل 30.7 لمجموعة السبع وتتجه رابطة أيضا دول جنوب شرق آسيا آسيان للتخلي بشكل تدريجي عن الدولار الأمريكي واليورو واليان الياباني وذلك وفق تقارير صحفية وتشكل دول رابطة آسيان مجتمعة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ويسكن فيها أكثر من 677 مليون نسمة إذن ما الذي يعزز مساعد تخلي عن الدولار يقول الاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز العقوبات الأمريكية ضد روسيا أظهرت للدول أن واشنطن قد تفعل الأمر نفسه مع أي دولة لا تعجبها وبالفعل أجرت شركة الصين الوطنية للنفط البحري وشركة توتال أنرجيز الفرنسية تسوية باليوان لتبادل الغاز الطبيعي المسال وتحولت روسيا أيضا إلى استخدام اليوان الصيني في العديد من المعاملات المحلية في العمليات التجارية مع دول في آسيا وأفريقيا وفي أمريكا اللاتينية أيضا ووقعت الصين والبرازيل صفقة للتجارة بعملاتهما إذن في نظرة شاملة هناك تغير في الخريطة المالية للعالم يبدو أننا نتجه أكثر كما نرى هنا نحو عالم متعدد الأقطاب اقتصاديا بعيدا عن الدولة للمزيد من المتابعة عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي معي من واشنطن الصحفية المتخصصة في الشؤون المالية جيسي كاستون ومن باريس معي أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور حسان القبي أهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ معك سيدة جيسي كون هيمنت الدولار الأمريكي في التجارة العالمية وموادلات العالمية باتت تواجه تحديات كبيرة بشكل علني هذا الأمر نعكس حتى على الداخل الأمريكي لأن هذا بات نقاش مطروح أيضا في الساحة السياسية والإعلامية الأمريكية في الأوناء الأخيرة هذا يجعلنا نتساءل أي مستقبل للدولار في التجارة العالمية أعتقد بأننا ربما بعيدون عن الابتعاد عن الدولار كعملة مهيمة على العالم طبعا من الواضح بأن الروس والصينيين يريدون أن يتحدوا الدولار وهيمنة الدولار وبكل تأكيد هذا مثلا بالعقوبات التي استعملت من قبل هذه الحكومة تحت الإدارتين من الديمقراطيين والجمهوريين فهناك هشاشة في مثلا المتاجرة بالدولار ورأينا ذلك يحدث في الحرب الروسية في أوكرانيا ولكن بالنظر إلى توترات بين الصين والولايات المتحدة الآن وخاصة بشأن تايوان فمن الحساس بالنسبة لبيجين أن مثلا تحاول الابتعاد عن الدولار الآن أظن بأن الناس يتوقعون بأن الدولار سيبقى بكل تأكيد عملة عالمية ربما ليس العملة الوحيدة في العالم فحتى صندوق النقد الدولي قد زاد مثلا في حزمة سلات العملات زاد اليوان الصيني ولكن الدولار بكل تأكيد سيظل يلعب دورا ما رأيك دكتور حسان لا يزال وهي مسألة وقت أم أنه سيحافظ ولديه من القابلية للحفاظ على مكانة الرأي داع المأنه تقلصت إلى حد كبير لكن هو بالنهاية لا يزال يحتفظ بحوالي 60% من مجمل المعاملات والتعاملات التجارية العالمية أيضا مسألة مهمة أشرت إليها ضيفتنا من واشنطن وهي مسألة العقوبات هل هي السبب الأبرز في الوضع الذي بات عليه دولار حاليا بما يهدد مكانته العالمية وهيمنته على التجارة العالمية نعم بعد التحية سيدتي الكريمة من خلالك إلى ضيفتك وعموم المشاهدين مثل التعويض الدولار ليست تولدت اليوم بدأ الحديث عليها أتذكر جيدا مع نهاية 2018 بداية 2019 في إطار ما يعرف مجموعة البريكس في ذلك الوقت حديث بينهم عن ضرورة التفكير في إيجاد عملة بديلة اليوم من 2018 بداية 2019 هناك خطوات اليوم ملموسة محسوسة على أرض الواقع بدأنا نلمسها يعني من الحديث انتقلنا من الحديث إلى الفعل الدولار يعرف الجميع القصة أسردها بسرعة أنه اكتسب قوته بعد عندما وقع ربطه بالذهب في اتفاقية بروتون وولس ثم في مرحلة ثانية عندما يعرف صدمة نيكسون بعد حرب الفيتنام عفوا والطباعة المهولة للأخضر الأمريكي فضى نيكسون الارتباط مع الذهب وربط الدولار ببيع النفط أقول جيدا ببيع النفط كل النفط العالم في السوق العالمية يباع بالدولار ولكن اليوم تغيرت الأحوال وبدأنا نرى في دول خاصة تلك الدول التي لديها الكثافة السكانية تحدث بالخصوص عن الصين والهند يعني كل دولة فيها مليار وربعمائة مليون ساكن اليوم هذه الدول أصبحت تتعامل بسلة عملات أخرى بالنسبة لروسيا مثلا والهند أقروا العملة المحلية فيما بينهم الصين كذلك تتعامل مع روسيا في إطار مجموعة البريكس وكذلك بالعملات المحلية مثلة العقوبات مثلة مهمة ومهمة جدا اليوم هناك تخوف وعدم ثقة في الدولار الأمريكي بحكم السياسة التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل الدولار كسلاح وهنا ممكن أن يحدث هناك نفور من العديد من الدول التي ترى نفسها قد تكون في المستقبل مكان روسيا سوف يقع حجز على أرسداتها الخارجية حجز على أصولها ومن هنا هناك تخوف ثم أقول جيدا أن اليوم أولا لأن هذه الدول نفسها خاصة إذا تحدثنا مع الهند أو الصين وإن كانت الصين أكثر علانية وبشكل مباشر تسعى إلى الإزاحة والإطاحة بالدولار بشكل علاني يعني هي تصرح وتقوم بخطوات بهذا الاتجاه لكن هي أكبر علاقتها معقدة مع هذا الدولار نفسه لجهة استثماراتها في السندات الأمريكية ولجهة احتياطاتها من النقد يعني حوالي ثلاثة تريليون دولار أمريكية فيما يتعلق بالاحتياطات الصينية وأكثر من تريليون فيما يتعلق بالاستثمارات بالتالي أليه يعتبر هذا نوع من تناقض أو يضعها في موقف لا يمكن أن تذهب بعيدا أو ربما مجرد استخدام هذه الورقة كورقة ضغط سياسي على واشنطن نعم هي كورقة ضغط على واشنطن ولكن في نفس الوقت علينا أن نحسب على المدى الطويل قد تخسر كل ما لديها في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ماذا يمكنها أن تربح على المدى الطويل عندما تصبح هي متحكمة في سوق العالمي أو في التداول العالمي عن طريق عملتها ثانيا أنها اليوم تحاول شراء المحروقات عن طريق عملتها المحلية سواء من الصين رأينا رئيس كذلك سواء من عند روسيا ورأينا الرئيس الصيني عندما تنقل المملكة العربية السعودية في اللقاء الصيني العربي دعا هذه المجموعة التعامل بالعملات المحلية اليوم هناك سوق صينية مهمة لكل منتجي النفط في العالم من يريد أن يحافظ على حصته في تلك السوق عليه أن يكون أكثر ليونة في التعامل مع الصين سواء روسيا سواء دول الخليج لذلك أقول جيدا أن في الوقت الذي تقرر فيه الدول المصدرة للنفط التعامل مع الصين بالعملات المحلية سوف يقلق الدولار لا أقول إطلاقا أن الدولار سوف ينتهي في يوم وليلة ولكن هناك نفور من عديد من الدول حتى المتوسطة حجما والدول الأقليمية أن السياسة التي اتخذها الفيدرال الأمريكي هو الذي يسند اليوم الدولار الأمريكي الفيدرال الأمريكي كلما رفع الفيدر نرى حتى المتابع العادي عندما يفتح مثلا اليوم سعر صرف الدولار بالأورو ممكن اليوم صفر 91 في الغد لو رفع الفيدرال الأمريكي في الفيدر سوف يصعد الدولار أصبح يقلق حتى العملات الأوروبية ورأينا حتى ماكرون أصبحت لديه قناعة استقلالية أكثر من الدولار الأمريكي والتعويل على اليورو الأوروبي يعني مثلة إسناد الدولار من الفيدرال الأمريكي أصبحت مثلة مقلقة ليس للدول الضعيفة التي صار صرفها وهي تستورد كل شيء بالدولار ولكن حتى لدول وزنة عالميا مثل الاتحاد الأوروبي لذلك أقول أن الدولار لن يقع تغييره بين يوم وليلة ولكن هناك سلة عملات متنوعة سوف تعطي أكثر اختيار للدول وخاصة أن الدول البريكسيت والدول التي تريد الاتحاق بمجموعة البريكس سيدة جيسيكا في مسألة تسليح الدولار في المعارك السياسية الأمريكية مع خصومها ربما الأمريكيون أو الإدارات الأمريكية متعاقبة خلقت عن قصد أو عن غير قصد هذه الحركة العالمية لخلع الدولار كعملة عالمية نقطة مهمة هي السياسات الفيدرالية الأمريكية بعض أيضا يرى أن أزمات النظام المالي الأمريكي لها انعكاسات خطيرة على العالم أجمع كل هذا يعني انضاف إلى هذه الحركة في مواجهة الدولار مسألة النفط أيضا هل هي ستكون العامل المرجح في مستقبل الدولار وإذا كان الدولار في وضع هش وإن كان مسألة وقت ربما قد تطول العملية ما الذي يعنيه بالنسبة لنفوذ الأمريكي أستاذ جاسيكا من الواضح جدا أن الاقتصاد العالمي مترابط جدا ورأينا الأزمة العالمية في 2008 أزمة العقارات التي اتشرت من الولايات المتحدة إلى العالم وقبل ذلك رأينا الأزمة الأسيوية التي انتشرت في العالم هناك أدلة طبعا قوية ورأينا مؤخرا مثلا في منتصف العام الماضي بأن إسرائيل بدأت تنوع في احتياطيات عملتها بنقل العملات باستعمال مثلا الأسترالية واليابانية وكوريا الجنوبية وبدأنا نرى أيضا طبقا لصندوق النقد الدولي بأن هذا لا يحدث بسرعة أي هذا التنويع بعيدا عن الدولار وأيضا التنويع حتى في قوة في عملة الرنمي بي أو اليوان الصيني فكما فعلت ربما إسرائيل كمثال بتنويع طبعا هذا له مغزى لأننا رأينا هذا الترابط في العالم وخاصة كما ذكر البروفيسور من باريس فمثلا سياسة الاحتياطي الفيدرالي بكل تأكيد تؤثر أيضا والتضخم والخروج من الوباء والتعافي منه ولكن الأدوات التي تستعملها الولايات المتحدة الآن تؤثر على الاقتصاد العالمي ورأينا الأوروبيين وأيضا دولا أخرى في العالم بدأت ترفع سعر الفائدة لديها بسبب أيضا هذا ما يحدث في الولايات المتحدة أعتقد بأن هذه الظروف لا تساعد كثيرا بكل تأكيد وحتى شركات التكنولوجيا ربما قد ربما حصلت على شيء إيجابي من هذا ولكن إذا تحدثنا عن الأسواق المالية عموما فالناس يعانون كثيرا وما لم يكن هناك أموال مثلا لشراء العقارات وغيرها فالظروف لا تسمح الآن للناس الذين ليس لديهم المال بأن يستطيعوا مثلا الادخار أكثر ويشاركوا في الاقتصاد العالمي أظن بأن نعم الموضوع مهم جدا ولكن لا أعتقد بأننا سنرى هروبا سريعا إلى عملات أخرى عن الدولار فهذا يتطلب ربما حوارا دوليا لتنويع العملات وأيضا ربما الاعتماد أقل وأقل على الأمور والتبادلات التجارية وخاصة في آسيا مثلا إذا تحدثنا عن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين فهناك إعادة ترتيب أيضا ربما بنشر أشياء بعملات مختلفة هل هذا يعني يجعلنا نتجه إلى ما ربما ما ذهبت إليه في أحد مقالاتها للرأي في الفضل الأيام الماضية وربما هذه أيضا فكرة طرحها دكتور حسن وهي نظام أو عالم العملات متعدد الأقطاب بأي مصلحة سيتجه هذا هل بداء المتوفر عندنا نتحدث عن مساعي للبريكس عن مساعي أزيان على مساعي أيضا توجه الاتحاد الأوروبي كذلك الآن بات أكثر علانية وهنا سأعود للسؤال اللي قد طرحت عليك من قبل سيدة جيسيكا ومسألة النفوذ الأمريكي على مستوى العالم وليواجه بالأساس تحديات في نفوذ الاقتصادي ونفوذه السياسي فهل سيزيد صحة تعبير مسألة الدولار طين بل على الرياضة والنفوذ الأمريكي أعتقد بأننا سنستمر في رؤية دول كثيرة تنوع في عملاتها ولا تركز فقط على الدولار بالابتعاد عن المخاطر طبعا التي يمكن أن تحدث في الولايات المتحدة وأيضا للتحوط ضد سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تستعمل كأداة للمحافظة على قيمة الدولار وطبعا هذا أثر على الاقتصاد العالمي لأن الدولار يستعمل طبعا في أغلب العمليات التجارية الكبرى المرتبطة بالنفط والغاز وغيرها أظن أن هذه ردة فعل أيضا على استعمال العقوبات فالولايات المتحدة استعملت العقوبات بطرق كحملات عسكرية فمثلا بدلا من إرسال الجيوش فمثلا حين يتعلق الأمر بكوريا الشمالية أو بالحرب الروسية في أوكرانيا الولايات المتحدة ليس لديها جنود إذن سياستها الخارجية أرادت أن تواجه هذه القضايا والأزمات وحتى ربما لتحقيق السلام من خلال استعمال العقوبات وبكل تأكيد طبعا العالم لاحظ هذا وكل العالم يريد أن يحمي نفسه من هذا السلاح لألا يستعمل ضده في المستقبل فالدولار يمكن أن يحقق الأهداف العسكرية دكتور حسان الدولار هو آخر ملاذات لترتكز عليها الولايات المتحدة في نفوذها العالمي هذا التهديد ما الذي يعني بنسبة لهذا النفوذ لكن بالمقابل ما هي الخيارات إذا كنا نتحدث عن عالم أو نظام عملات متعدد الأقطاب هل هناك هذه البدائل المتوفرة لأن حتى مساعي اليوان بعض يشكك في مسألة شفافية البيانات المالية الصادرة عن جانب الصيني اليورو إذا كان قد طرح كبديل لم يتمكن منذ طرحه في أن يشكل أو يفرد نفسه كبديل للدولار وإن كان هو رقم ثاني عالميا حتى اللحظة وذلك لغياب سياسات موحدة مالية أوروبية ولا خزينة موحدة أوروبية كيف تنظر لهذه الصورة؟ نعم بالنسبة للجزء الأول من السؤال لن أقول أكثر ما قاله ترامب عندما خرج من المحاكمة خرج من المحاكمة وتطرق إلى مسألة أن الدولار بدأ يفقد نفوذه وأنه اليوم الذي سوف يفقد فيه الدولار النفوذ سوف يكون الانهيار الاقتصادي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية ولن تكون في قيادة العالم اقتصاديا وحتى سياسيا هذا أشار إليه ترامب عند خروجه من المحاكمة في ذلك الخطاب نتذكره جيدا الجزء الثاني من السؤال البدائل البدائل هناك اليوم التفكير في عملة موحدة بين مجموعة البريكس هذا خيار الخيار الثاني كذلك التعامل بالعملات المحلية وهو ما يحدث حاليا بين الدول يجد طريقة في التعامل مع العملة المحلية وكذلك هناك حديث حتى بدأنا عن صندوق تمويل دولي يعاوز صندوق النقد الدولي لأن حتى صندوق النقد الدولي يمارس نفس الطريقة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الضغوط ورأينا عديد مناطق جغرافية في العالم كانت مناطق نفوذ كلاسيكية وتقليدية لدول غربية للولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد أقوى لدول غربية كانت هناك الضغوط دائما الغربية بمساءة متعددة مرة حقوق إنسان مرة ديمقراطية مرة حرية تعبير في حين أن الشركاء من الشرق سواء روسيا والصيد لا تفرض هذه الشروط أو لا تقوم بعمليات الابتزاز دعنا نقول حقيقة عمليات الابتزاز هناك صندوق حجمه أتحدث عن صندوق البريكس حجمه 50 مليار دولار دون الحديث عن سناديق الاستثمار الصينية لديها 2 سناديق كل صندوق 500 مليار قرابة التروليون هذا الصندوق ما يسمى بالدبلوماسية النعمة الذي دخلت من خلاله إلى العديد من الأماكن في العالم والعلى أبرزها أفريقيا بالنسبة للعملة الموحدة بين مجموعة البريكس لا أعرف كيف سيكون التصور ولكن ما هو ملموس الآن اليوم أعود إلى هذه النقطة أن الدول بدأت كما قلت الحديث بدأ في 2018 نهاية 2018 بداية 2019 اليوم نرى عمليات ملموسة تبادل تجاري بين الدول عن طريق عملات محلية الهند روسيا روسيا الصين ربما في قدم الأيام سوف تكون هناك دول أخرى دولة مثل مصر البذرن اليوم أرهاقها الدولار الأمريكي سعر الصرف مع شروط صندوق النقد الدولي كان الدولار بـ 15 جنيه أصبح بـ 30 جنيه أرهاق حتى المواطن المصري في معايشته اليومية مصر اليوم تطلب رسميا شأنها شأن السعودية شأن الجزائر شأن حتى الأرجنتين المكسيك العديد من الدول يطلبون اليوم الالتحاق بمجموعة البريكس ربما التعامل بالعملات المحلية يكون هو البديل حتى الآن في انتظار أقول جيدا ولادة نظام مالي جديد في ظل عالم جديد متعدد على الأقر شكرا جزيلا لكم إذن ضيفي الكريمين من باريس الدكتور حسان القبي أستاذ الاقتصاد السياسي وأيضا ضيفنا ضيفاتنا من واشنطن الصحفية متخصصة في الشؤون المالية جيسيكا ستون شكرا جزيلا لكم